إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة هو الجمل التي لها محل من الإعراب وهو مقرر على تلميذ السنة الرابعة متوسط إذن الجمل التي لها محل من الإعراب عددها ثمانية جمل هي على التوالي لاحظ هذا المثال كنت أتكلم طبعا كان في الماضي ناقص تعمل عملها ترفع الأول وتنصب الثاني سواء كانت في الماضي أو كانت في المضارع يكون أو كانت في الأمر إذن والتاء المتكلم ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كانت وأتكلم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا والجملة الفعلية أتكلم في محل نصب خبر كانت إذن الجملة الفعلية أتكلم في محل نصب خبر كانت إذن لها محل من الإعراب إذن الجملة الواقعة موقع الخبر أي واقع مكان الخبر أي واقع محل الخبر لها محل من الإعرام لماذا نقول واقع موقع الخبر لأن في الأصل الخبر المفتدى والخبر يكونان كلمتان مفردة فأصل الكلمة هنا كنت متكلما متكلما كلمة مفردة هو الخبر لكن لما جاء الخبر جملة فعلية وممكن أن يكون جملة اسمية في مثال آخر إذن قلنا واقع موقع الخبر إذن الجملة الأولى الواقعة موقع الخبر لها محل من الإعرام الجملة الثانية التي لها محل من الإعرام هي الجملة الواقعة مفعولا به أي واقعة محل المفعول به المفروض أن المفعول به يكون كلمة مفردة لكن من الممكن أن يكون المفعول به جملة فعلية أو جملة اسمية لاحظ هذا المثال علمت أنك مرضي إذن علمت فعل وفاعل علم فعل ماضي مبني على السكون لاتصالي بالتاء المتحركة والتاء المتحركة والتاء المتكلم ضمر متصل مبني على السكون مبني على الضم في محل رفع فاعل ماذا علمت علمت أنك مريض الأصل علمت بمرضك إذن علمت أنك مرض جملة اسمية لأن من أخوات حرف نصب وتبكيد وكاف في محل نصب اسم ومريض خبر إنه مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره والجملة الاسمية المنسوخة إنك مريض في محل نصب مفعول به للفعل علمت الجملة الثالثة التي لها محل من الإعراب هي الجملة الواقعة فاعلا أو نائب فاعل مثل يستحسن إذن يستحسن فعل مضارع مبني للمجهول طبعا ليس هناك فاعل للفعل المبني المجهول بل يعقبه نائب فاعل إذن أن تمشي راجلا إذن أن تمشي راجلا جملة فعلية في محل نصب نائب أوف في محل رفع نائب فاعل للفعل المبني المجهول يستحسن إذن أن حرف نصب مصدرية تمشي فعل مضارع منصب بأنواع على مترفع بالفتحة الضاهرة على آخره راجلا إذن جملة الفعلية أن تمشي راجلا في محل رفع نائب فاعل للفعل يستحسن لاحظ الجملة الرابعة الواقعة صفة لنكر إذن قلنا الجملة الواقعة صفة لنكر هناك قاعدة ذهبية تقول أن الجمل بعد الناكرات صفات إذن انظر بعد الناكرات صفات أي تعرب صفة وبعد المعارف أحوال إذن الجملة إذا كانت بعد الناكرة تعرب صفة وإذا كانت بعدها معرفة تعرب حان في هذه الحال نرى كلمة زورق إذن هي نكرة إذن الجملة التي بعدها يغرق تعرب صفة إذن رأيت فعل وفاعل زورق المفعل بمصوب وعلى متنصب الفتح الظاهر على آخر يغرق فعل مضارع مرفوع على مترفعه ضمن ظاهر على آخره والفعل ضامن مستدر تقديره أنا والجملة الفعلية يغرق في محل نصب صفة لماذا نقول نصب لأن الصفة تتبع الموصوب وزورقا منصوب إذن الجملة الفعلية في محل نصب صفة لزورق إذن الجملة الخامسة التي لها محل من الإعراب هي الجملة الواقعة حالا لاحظ هذا المثال رأيت المعلمة يشرح إذن المعلمة كلمة معرفة إذن الجملة التي تأتي بعدها تكون في محل نصب حال لأن الحال دائما يكون منصوبا إذن رأيت فعل وفاعل المعلم مفعول به منصوب يشرح فعل مضارع مرفوع على مترفع الظاهر على آخر والفعل الضامر المستتر أقديره هو والجملة الفعلية يشرح في محل نصب حال للمعلم الجملة السادسة التي لها محل من الإعراب هي الواقعة مضافا إليه لاحظ هذا المثال حضرت رغم أنك مريض الجملة أنك مريض هي مضاف إليه لماذا؟ لأنها سبقت بكلمة رغم طبعا المضاف إليه درسه طويل أنه عن ما تدرسونه في السنة الرابعة وستجدون له درسا في القناة إن شاء الله وتعالى الجملة السابعة ويترك الواقعة جوابا لشرط جازم إذن الشرط أن يكون جازم لاحظ مثلا هذا المثال إن تشتهد فإن أدات الشرط هي جازمة إذا كان الشرط غير جازم فإن الجملة لا يكون لها محل من الإعراب إذن هناك شرطان في الحقيقة أن تكون أدات الشرط جازمة والشرط الثاني أن تكون الجملة متصلة بالفا إذن هنا فستنجح إذن تستوفى الشرطان الشرط الأول إن جازمة والشرط الثاني أنها متصلة بالفا إذن ستنجح جملة فعلية في محل جزم محل جزم جواب للشرط يعني إذن الجملة الأخيرة التي لها محل من الإعراب هي تلك الجملة الواقعة أو الجملة التابعة لجملة ذات محل لاحظ هذا المثال إعمل عملا ينفعك إذن إعمل فعل أمر وعملا مفعول مطلق ينفعك إذن جملة ينفعك جملة فعلية في محل نصب الصفة لعمل لوحرف عطي لاحظ هذه الجملة الثانية يريحك إذن يريحك هي جملة تابعة للجملة الأولى ينفعك إذن بما أن الجملة الأولى لها محل من الإعراب وهو أنها صفة لعمل إذن الجملة الثانية أيضا تكون في محل نصبة لأنها تابعة إذن إلى هنا ينتهي هذا اللقاء معكم على أمل اللقاء بكم في تسجيل آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة